الشيء يذكر كابتن أنت لحد أربيل بقيته إيهم لحد قبل الصعود بمباراة واحدة والنتاج ممتازة جدا نعم مصدر لماذا عفتهم؟ أنا لم أعفتهم كنتم مصدر وجاي تسعد الدورة الممتازة بصراحة راحت أنا هذا الملف ما أحب لماذا عفتهم؟ الجمهور يسأل لماذا عفت الفريق؟ أنا لم أعفتهم وانت مستفر بصراحة خلصت اللعبة ما قبل الأخيرة ومصدر قتلي لعبة وحدة كان ابني داي الزواج قلت لهم أروح باتشرو أرجع بنفسي اليوم بس أحبر زواج ابني آه زواج ابنك وهو ثاني ومن المباراة استشفى عندي طبعا طبعا الأخي العزيز أبو فهد اللي تربطني علاقة كل شيء يعني وثيقة بي قال لي لا تروح قلت لهم يا أبدا تريدون تلقوها قالوا لا أروح قالوا لك روح؟ أي قالوا لي روح يعني أنت مجاز هم حجزولي وحجزولك نعم وشناللي صار؟ ما أعرف والله قرار يمهم هذا شيء خاص بهم بصراحة لا يعني من رجعت بعد ما رحت لهم أصلا؟ لا لا ما رحت لهم ليش؟ لأن طلعوا القرار بقالتي أها نعم اللي أمام الزواج جملك الله يحمد الزواج سعيد بس بصراحة يعني القصة غريبة يعني أنا ما أخذ إجازة وثاني يوم استشفاء نعم وقال لكم راح أرجع زواج ابني بس أرجع تلقون عقدي شوي هو بكل تأكيد هذا القرار مسبق أستاذ علي يعني أنا في رأي الشخص الكابتن علي رغم الفترة اللي قضاها مع فريق أربيل كانت طيبة جدا وقل الفريق بوضع جيد أكيد لا بجد عانية أستاذ صفوان ساهم بدور كبير مستهل للفريق الدور الممتاز أستاذ صفوان التأهيل ممثل الدوري الممتاز